أمام حضراتكم نتفليكس منصة الأفلام والأعمال الدرامية الشهيرة تعيد بس العمل الدرامي المتعلق برئيس الأوكراني زيلينيسكي المفاجعة أيضا بأن كثير من القنوات الأوروبية أشارت إلى أن نسب المشاهدة الآن أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ للغاية فيما تعلق بالعمل الدرامي الذي كان يقوم ببطلته رئيس أوكرانيا الحالي الممثل الكوميديا السابق هذا العمل الدرامي تدور قصته حيال مدرس للتاريخ تم تسريب فيديو له كان يهاجم فيه الفساد داخل أراضي الأوكرانية بشكل قوي للغاية هذا الفيديو زع صيته طبعا قصة العمل الدرامي زع صيته في النهاية وصل لسدة الحكم داخل هذا المستثل وتكرر الأمر في الواقع ويصبح زيلينيسكي هو رئيس أيضا تحت نفس شعار هذا العمل الدرامي خادم الشعب وقود الآن النضال ضد فلاديمير بوتين وصلت مع حضراتكم متابعينا الكرام لختم حلقة الليلة من برنامج رائي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دمتم في حفظ الهرعته إلى اللقاء اشتركوا في القناة